يوم العلم في الجنوب ذكرى نهضة علمية وثقافية ومطالبة باستعادة الدولة والسيادة الجنوبية الميليشيات الحوثية تستخدم العنف والإرهاب ضد النساء كآدات لفرض سطوتها وإذلال خصومها صراعات الإنقلابيين تتفاقم جراء أزمة عدم صرف المرتبات أهلا بكم بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي مع المبعوث الأمريكي تيم لندر كينغ جهود إحلال السلام في اليمن وأشدد الزبيدي على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة تتناول جميع القضايا وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب كما أكد الزبيدي على ضرورة الإصراع في الإعلان عن الفريق التفاوضي المشترك والذي يشارك فيه المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة العملية التفاوضية يطل علينا العاشر من شهر سبتمبر يوما للعلم في الجنوب ويعد هذا اليوم مناسبة وطنية وحضارية مهمة في تاريخ شعب الجنوب حيث يتم الاحتفاء والتمجيد بالعلم والمعلم ودورهما في التنمية والتقدم يحيي الجنوب ذكرى يوم العلم في العاشر من سبتمبر وهو يوم يرمز إلى تاريخ علمي وثقافي مشرف لشعب الجنوب ففي هذا اليوم تأسست جامعة عدن عام 1975 وهي أول جامعة في الجنوب والتي شهدت تغييرات جذرية في المناهج التعليمية والبحثية كما أعلن الجنوب التحرر من الأمية عام 1984 وحصل على تقدير دولي من منظمة اليونسكو بالتقدم العلمي يوم العلم هو يوم لتكريم المتفوقين والمبدعين في مختلف المجالات العلمية والثقافية وهو يوم لإحياء رسالة الجنوب في نشر العلم والحضارة لكن هذا اليوم يأتي في ظل ظروف صعبة يعاني منها الجنوب بسبب احتلال النظام السابق للجنوب منذ عام 1990 والذي حاول تدمير التعليم والثقافة بسياسات التهميش والإغلاق والتغيير فقد تم إغلاق عشرات المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية وتم تغيير المناهج التعليمية إلى مناهج تحتوي على مغالطة تاريخية وفكرية كما تم استهداف المعلمين والطلاب بالضغوطات والحرمانات إن هذه السياسات أدت إلى انهيار العملية التعليمية في الجنوب بعد أن كان محرراً من الأمية منذ عقود شعب الجنوب اليوم يطالب باستعادة دولته المستقلة وسيادتها على أرضها وإعادة بناء مؤسساتها التعليمية والثقافية وإحياء نهضتها العلمية والحضارية ويحق لشعب الجنوب اليوم أن يفخر برواد الفكر والتعليم والثقافة من أبنائه ويرسل التحية للأقلام التي أضاءت نور التعليم في أفئدة وعقول أبنائه شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة مضاعفة جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتطرق لقاء رئيس الوزراء بمحافظة شبوة عوض بن الوزير إلى سير العمل في مطار عتق بعد تجشينه الرسمي وخطة استمرار تطوير البنية التحتية للمطار ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الاصلاحات الضرورية بما في ذلك تنشط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة ارتفعت رسبة الرسوب في صنعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها وسط التراخي وتسيب من قبل الميليشيات الحثية تجاه التعليم النظامي وعزوف الطلاب عن المقاعد الدراسية ترتبط جودة تعليم بدور الدولة في أي بلاد بصورة كبيرة وفي اليمن وتحديدا بصنعاء تتعمد حكومة الإرهاب الانقلابية على التهاون بالمستقبل العلمي للمواطن اليمني فصنعاء اليوم تشهد ارتفاعا مهولا بنسبة الرسوب بين طلابها فالنزوح الذي يعد أحد أهم وأبرز الأسباب المسببة للرسوب يتفاقم مع سيطرة الميليشيات على البلاد ومع النزوح المتزايد لم يزدهر فقط الرسوب إنما ازدهرت معه عمالة الأطفال وانتشار الفقر وإلى آخره بلد أصبح بها البحث عن لقمة العيش متدني فالطالب عندما يرى المسلح وضعه جيد ولديه المال بينما الطالب المستجد على المقاعد الدراسية يكاد لا يجد قوت يومه يقرر فورا ترك الدراسة وحمل السلاح باحثا عن الأمل الذي من الممكن جعله مكتفي أما عن المدارس الطائفية والتي رجحت كفتوى عن التعليم النظامي التقليدي بسبب امتيازاتها رهيبة لتلك المناطق تسريب الطلاب إليها أصبح كالحلم يرود كل طالب فالفقر الذي أفقر البلاد تعليميا وأكاديميا نخر في عقل كل طالب بعلم كالسوسة حتى أن رسخ فكرة القتال والدم بصورة كبيرة ارتفاع نسبة الرسوب أتى كنتيجة حتمية للواقع الحثي المفروض على المجتمع ككل فالتعليم نسف كغيره من الأساسيات القائمة عليها الأمم والشعوب والتي عدمها الإنقلابي بحكمه الطاغي فلا علم والاقتصاد ولا نهضة تسعى لتقويمها الميليشيات العبثية تمارس ميليشيات اللحوث انتهاكات جسيمة بحق النساء في مناطق سيطرتها وبحسب تقارير حقوقية فإن الميليشيات الحوثية تستخدم العنف والإرهاب ضد النساء كأداة لفرض سطوتها وإذلال خصومها في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حرباً حوثية غاشمة تزداد المعاناة والظلم على الشعب اليمني خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشاً ومن بين تلك الفئات تبرز النساء المسنات التي يتعرضن لانتهاكات مروعة على يد الميليشيات الحوثية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد ففي حادثة شنيعة اعتدى مشرف حوثي على امرأة المسنة في إحدى قرى محافظة ريمة بسبب نصحها له بالابتعاد عن إزعاج الأهالي وقالت فاطمة في شكوى لإحدى المنظمات الحقوقية بأن المشرف الحوثية ضربها بقوة حتى سال دمها وأصابها بجروح في الرأس والجسد ولم يكف عن ضربها حتى فقدت وعيها ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها فقد سجلت منظمات حقوقية عديدة حالات مشابهة للاعتداء على النساء المسنات من قبل الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها ووفق نأل تقارير حقوقية فإن الميليشيات الحوثية تستخدم العنف والإرهاب ضد النساء كأداة نأل فرض سطوتها وإذلال خصومها ولكن الاعتداءات الجسدية لا تقف عند هذا الحد فميليشيات الحوثي تحارب أيضا حقوق النساء في التعليم والصحة والحرية فقد أغلقوا مدارس وجامعات للنساء ومنعوا النساء من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وفرضوا قيودا صارمة على ملابسهن وحركتهن وتواجدهن في الأماكن العامة كما أنهم يمارسون التمييز ضد النساء في مجالات العمل والمشاركة السياسية والقضائية هذه الممارسات تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتتعارض مع المبادئ والقيم التي تدعو إليها المجتمعات المدنية والدينية في اليمن والعالم كما أنها تهدد بتدمير النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد وتزيد من حدة الصراع والانقسام ولذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعتين لوقف هذه الانتهاكات ودعم شراكاء المحليين في تحرير اليمن من قبضة الميليشيات الحوثية كما يجب على جميع الأطراف المعنية بالسلام والديمقراطية في اليمن أن يضع حدا لهذه المأساة وأن يحم حقوق وكرمة النساء خصوصا المسنات التي تستحق الاحترام والتقدير توسعت الخلافات بين ميليشيات الحوثي وأتباعها في صنعاء وصعد وعدد من المحافظات في حين اشتدت التراشقات والاتهامات بين ميليشيات الحوثي وأتباعها من شخصيات تظهر إلى السطح بعد سنوات من التكتم عن تلك الخلافات العميقة يبدو أن الخلافات بين ميليشيات الحوثي وقادتها في مناطق سيطرتها تزداد بوتيرة متسارعة وتظهر على السطح برغم محاولات التكتم العميقة بنهب المال العام والتعامل بعنصرية مع بقية المحافظات خاصة فيما يتعلق بمسألة صرف الرواتب التي تحمل كيادات الميليشيات الحوثية الحكومة اليمنية والتعالف العربي مسئولية صرف المرتبات كشماعة أمام أنصارها للتفرد بسرقة المال العام بعيدا عن قسمة أتباعها ومن شوهد الإدعاءات ولا كذيب التي تروج لها ميليشيات الحوثي بمسئولية صرف المرتبات على عتق الحكومة اليمنية والتعالف العربي اتهام مؤتمري صنعاء المدعو صادق أمين أبو راس لقيادات ميليشي الحوثي بحرمان الشعب في مناطق سيطرتها من حقوقه ومن رواتبه وتسخير الأموال لصالح فئة معينة من الميليشيات وخاصة ممن ينتمون إلى صادة وأيضا ما أعلنه قيادين بارس في الميليشيات إضرابه عن الطعام نيابة عن من سمهم بالجوعة وذو المظالم والحقوق يدعى صادق أبو شوارب الذي يضرب عن الطعام لمدة 24 ساعة تمهيدا لتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على جماعته بإجراء تغييرات وصفها بالجذرية عبر حسابه على موقع أكسا وأشهد العديد من النخب والكتاب في صنعاء ومحافظات الشمال بالخطوات التصعدية تجاه قيادات ميليشيات الحوثي بسبب الفساد المستشري رافضين الاستعلاء والتجبر من ميليشيات الحوثي على كل من يطالب بالرواتب وأن الميزانية تسمح لخوض الحروب ولا تسمح لدفع الرواتب وتسمح للموت والخراب والدمار ولا تسمح للحياة في المقابل تحاول قيادات ميليشيات الحوثي أن تسيطر على هذا التصيد من قبل أتباعها من خلال الهجوم المباشر إذ وصف أحدهم إضراب القيادية الحوثي عن الطعام بالخطوة غير الجديدة لكون ملايين اليمنيين مضربين عن الطعام إجباريا منذ سنوات عقبة الانقلاب والحرب حيث باتت أسر يمنية تتناول وجب الطعام واحدا في اليوم والبعض الآخر يسخر من هذه الخطوة التصيدية هذا الحراك من أتباع الانقلابيين وتصيدهم تجاه قيادات ميليشيات الحوثي بصرف حقوقهم وصرف رواتبهم ما هو إلا دليل واضح وصريح على الأكاذيب والإدعاات التي تروج لها بأن الحكومة اليمنية والتحالف هي من تتحمل صرف الرواتب كي تستمر في استغفال أتباعها ونهبهم ناهيك عن نهب الدولة وتعقيد ملف السلام لتستمر بثرائها على حساب جوع اليمنيين ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 2012 قتيلا بالإضافة إلى 20 ألفا وتسعة وخمسون مصابا وتواصل فرق الانقاذ المغربية استنفارها بحثا عن ناجين تحت الانقاذ كما أعلن ملك المغرب محمد السادس حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر كما أمر بتسريع عمليات الانقاذ وشهدت المستشفيات في مدينة مراكش تدفقا للجرحة من مختلف المناطق ودعت سلطات المواطنين إلى التبرع بالدم بسرطنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد فاصلا قصير الهلال الأحمر الإماراتي واصل تقديم خدماته العلاجية لسكان المناطق النائية وقرى مدريات حضر موت أهلا بكم مرة أخرى تفقد محافظ الحديدة الدكتور حسن طاهر أحوال المواطنين في القرى المتضررة من كارثة السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت مدريتي حيس والخوخة وخلفت أضرارا بالمنازل المبنية من الطين والقش وسجلت خسائرها في الأرواح ووجه المحافظ مدير عام مدرية حيس والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بسرعة رفع الجهزية ومعهم الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية لتضميد جراح المنكوبين والتنسيق لإيجاد مجرا للسيول من أجل حماية المواطنين واستفادة المزارعين وصلت العيادات الطبية المتنقلة تابعة لهيئة الهلال الأحمر لإماراتي في محافظة حضرموت تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين وراجع العيادة 1200 شخص خلال شهر أغسطس الماضي منها عدد 452 حالة مستفيدة من النساء و 574 حالة مستفيدة من الأطفال و 174 حالة مستفيدة من الرجال وتستمر العيادة المتنقلة في تقديم خدماتها يومين في الأسبوع لإجراء الفحوصات الأولية لسكان وتقديم الدواء مجانا بحسب حاجة الأهالي في تلك المناطق ترأس الإمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي اجتماعا مؤسعا بقيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمؤسسة العامة للكهرباء والإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت وتدارس اللقاء الإمكانيات المتاحة لتوفير المشتقات النفطية وتأمين يمداد محطات الكهرباء بالمزوت والديزل لضمان استمرارية تشغيلها في الفترة القادمة وناشد لقاء رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بسرعة إرسال حصة المحافظة من مادة المزوت وذلك لتفادي تدهور خدمة الكهرباء ودخل المؤسسة نظام الإطفاء المفتوح يعمل الطفلان أيمن وأحمد في بيع الليمون بشوارع مدينة المكلة لمساعدة أسرتهم على توفير المتطلبات الأساسية في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار وإلى جانبهم عشرات الأطفال الذين يعملون وفئة أخرى تمتهن التسول في الشارع بدلا عن المدرسة ظنك المعيشة وغلاء الأسعار أجبرهم على تحمل حرارة الشمس كل يوم في الشارع الطفلان أحمد وأيمن لم تجمعهما صلة القرابة فقط بل جمعهما درب الكفاح المبكر يبذلان جهدا كبيرا في إقناع المارة وسائقي المركبات بشراء الليمون السلعة الوحيدة التي يبيعانها والمصدر الوحيد لتوفير أساسيات العيش لأسرتهما نحن خرجنا من المدرسة عشان نشتغل وأبو ما يقدر يشتغل ونحن نحن خرجنا من المدرسة يعني شل فلوس نخرف مصريف مصريف البيت ونساعد نحن واخوي نساعد الوالد درازت لما سابعة قلت خلاص بنشتغل بنغض على الإسرة وقعها غالي الآن كغيرها من شوارع محافظات البلاد الأخرى ينتشر العشرات من الأطفال الذين احترفوا مهنا تفوق قدراتهم العقلية والبدنية فيما يمتهن التسول أطفال آخرون مختصون اجتماعيون لا يرون في عمالة الأطفال أثارا مستقبلية على حياتهم فقط بل يذهبون إلى أبعد من ذلك إلى تأثير قد يطال الأمن والسلم الاجتماعي قد تكون أثار على مستوى الشخصي بهذا الطفل في المستقبل كيف يكون نظرته للأطفال وقد تكون على المستوى العام أنه هو نفسه هو الطفل يتعرض لأثار بعض الأطفال في عمالتهم يبتزون يبتزاز هذا مشكلة كبيرة يتعرضون للتحرش طبعا هذا أثار أكبر من الأثار للعمالة فالأطفال هنا تلاحظ هذا اللي يشتغلون يعني بعضهم حتى ما يمين لتكوين الأسرة لماذا يقول لك يكفي ما شفته في طفولتي الحرب الدائرة في البلاد والتي تدخل عامها التاسع ساهمت في ازدياد أعداد العمالة الصغيرة من الأطفال كما لا حلول تلوح في الأفق للحرب لا حلول أيضا لهذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها أكثر من ذي قبل على الرغم من المواثيق الدولية التي تجرم عمالة الأطفال إلا أن الوقائع في الشارع تقول عكس ذلك يظل الأطفال وحدهم من يدفع الثمن ثمن لا تقوى أجسادهم النحيلة على تحمل مشاقة أسم بالبحث قناة الغد المشرق المكلة أمل المشاهدين ننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة سقط المنتخب الإيطالي في فخي تعادل المخيب أمام مضيف منتخب مقدوني الشمالية بهدف لهدف في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ومنح قائد إيطاليا إيموبيلي التقدم لمنتخب بلاده منذ الدقيقة السابعة والأربعين إلا أن إنس باردي أهدى مقدوني الشمالية هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الحادي وثمانين وبهذه النتيجة رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مقدوني الشمالية الرابعة توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن تتأثر بالعاصفة دانيال التي ضربت اليونان مؤخرا واتجهت نحو سواحل ليبيا حيث حصرت سيولا المصاحبة للعاصفة عدة قرى في اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة وأدت إلى مقتل أحد عشر شخصا وفقدان آخرين بينما تعمل السلطات على إجلاء الألاف واتجهت العاصفة إلى ليبيا وأجبرت السلطات على إغلاق أربعة موانئ رئيسية لمدة ثلاثة أيام ختام هذه النشرة مشاهدين وهذا تذكير بأبرز العنوين يوم العلم في الجنوب ذكرى نهضة علمية وثقافية ومطالبة باستعادة الدولة والسيادة الجنوبية الميليشيات اللحوثية تستخدم العنف والإرهاب ضد النساء كآدات لفرض سطوتها وإذلال خصومها صراعات الإنقلابيين تتفاقى مجرأ أزمة عدم صرف المرتبات ترجمة نانسي قنقر